السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في فيديو اليوم إن شاء الله سوف أشارك معكم وصفات رائعة جدا هي وصفات لعلاج تجاعد اليدين وأيضا لتسمين اليدين بشكل رائع جدا كما تعلمون أن الأمور التي تتميز بها كل سيدة وهو مظهر يديها فالكثير من السيدات اللواتي يحافظنا على نعومة يديهن حتى تخلو قدر الإمكان من التجاعد وفي يومنا هذا أصبحت السيدات تتجه نحو عملية تجميل اليدين حيث يمكن إخفاء تجاعد الوجه وكذلك تجاعد اليدين والرجوع لعشر سنوات للوراء ولكن كما نعلم تجاعد اليدين لا يمكن إخفاؤها بسهولة وتتطلب منه اهتمام وعناية بشكل يومي لإخفاء تجاعد اليدين إذن على بركة الله اليوم سنحضر معا وصفة رائعة جدا وأيضا سوف تعمل على الحفاظ على نعومة اليدين ومن أهم العوامل التي تسبب تجاعد اليدين نجد أول عامل وهو التقدم في السن كذلك التعرض للمؤثرات الخارجية كالعوامل الجوية أو التعرض للكثير من المواد المنظفة الكيموية وذلك من شأنه أن يزيد من التراهل والتجاعد في اليدين وأيضا يؤدي إلى تشققها إذن اليوم في وصفتنا الأولى سوف تكون عبارة عن مقشر سوف يعمل لنا على إزالة التصبغات وأيضا سوف يعمل على ترطيب البشرة بشرة اليدين هذا المقشر مع المداومة عليه فهو رائع يعطي نتائج جد جيدة وتبعا في الأخير سوف نحضر ماسك وأيضا سوف نحضر مرطب إذن على بركة الله أول خطوة سنقوم بها هي أننا سنقوم بعمل مقشر لبشرة اليدين وكأول مكون بطبيعة الحال سنحتاج ألا وهو السكر الخشن سنستعمله هنا كمقشر لبشرة اليدين سأستعمل هنا ممكن إذا كان متوفر لديكم السكر الأبيض استعماله أو السكر البني سأضيف ما يعادل تقريبا مقدار ملعقة كبيرة هنا من السكر فهو رائع جدا سأضيف ما يعادل تقريبا مقدار ملعقة إذا كان أيضا متوفر لديكم العسل العسل الطبيعي عسل النحل فأضيف أيضا ما يعادل مقدار ملعقة صغيرة منه وسنبدأ هنا في خلط ودمج هذا المقشر حتى تتجانس كل المكونات وبعد خلطه مباشرة سنأخذ منه كمية هكذا بأطراف الأصابع ونبدأ في عملية التقشير تقشير اليدين نقوم بتقشير اليدين لإزالة كل القشور التي تكون عليها وأيضا التشققات بالإضافة إلى أن المقشر سوف يساعدنا بطبيعة الحال على إزالة البقع نقوم بعمل حركات دائرية هكذا بهذا الشكل بهذه الطريقة نستمر في الفرق لمدة خمسة دقائق كما ترون هنا حبيبات السكر الذي قمنا هنا بوضعها سوف تساعدنا وسوف تعمل على تقشير الخلايا الميتة العالقة باليدين أما هنا الزبادي الذي استعملناه سوف يعمل كمرطب لليدين سوف يعمل أيضا على تبيضها لماذا؟ لأنه يحتوي على حمض اللكتيك المبيض والعسل أيضا مرطب رائع لبشرة اليدين نقوم بالفرق بهذه الطريقة ثم بعدها سنقوم بغسل اليدين بماء يكون فاتر وسوف نمر إلى الوصفة إذن كما تلاحظون هذه هي النتيجة بعد غسل البشرة طبعا من المقشر تبقى البشرة بيضاء ناصحة الآن سوف نمر إلى تحضير هذا الماسك ماسك الخميرة البلدية أو الخميرة العربية كما تعرفون فهي غنية بالمواد الطبيعية لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين با وأيضا فيتامين ألف فهي تخلص البشرة من العديد من المشاكل ومن بينها التجاعيد وأيضا تعمل على تسمين أي منطقة تضعونها عليها يمكنكم وضعها حتى على بشرة الوجه فهي رائعة جدا وطبيعية تعمل أيضا حتى على تنقية البشرة إذا قمتم بوضعها أيضا تمد البشرة بالأكسجين لذلك تصبح البشرة جميلة جدا ونظرة إذن هذه هي الخميرة البلدية أو العربية تكون على شكل عجين كما تلاحظون فهي تحضر كالآتي يعني يمكنكم أخذ الدقيق الكامل حتى نحصل على خميرة بلدية جيدة لأنها تتغدى من الألياف الموجودة في قشر القمح تضيفون إلى الدقيق الكامل القليل من الماء وتضعون عليها كذلك الطمر ثم تضيفون اللبن فهو أيضا يساعد على تكاتر البكتيريا الموجودة فيه كما يمكنكم كما قلت وضع الطمر ثم تمزجون الكل حتى تصبح على شكل عجينة كما تلاحظون فالخميرة البلدية هي تكون على شكل عجين لأننا نقوم بصنعها كما قلت بالدقيق الكامل ليس الدقيق الأبيض بل الدقيق الكامل دقيق القمح والقليل من عجين الطمر وأيضا اللبن حتى تحصلون على شكل عجينة إذن هي التي سوف نستخدمها في هذه الوصفة حتى تعمل لنا على تسمين اليدين وأيضا تبيضها إذن أنا لدي هنا كمية من الخميرة البلدية سأأخذ هنا تقريبا هذه الكمية فهي تكفيني ثم سوف أضيف إليها القليل من ماء الورد كما يمكنكم حتى إضافة اللبن أو الحليب أن يكون ساخن سأضيف أنا هنا القليل من ماء الورد وأقوم بخلطها جيدا نقوم بتدويبها جيدا في ماء الورد سأضيف لها كذلك العسل العسل الطبيعي عسل النحل سأضيف فقط تقريبا مقدار ملعقة صغيرة إذن أضيف العسل عسل النحل لماذا؟ لأنه يساعد على تخمر هذه الخميرة وأبدأ في خلط العناصر جيدا مع بعض حتى نتحصل على قوام يسهل لنا وضعه على بشرة اليدين طبعا نخلط حتى نتحصل على القوام الذي نريد يكون بهذا المزيج كما ترون هنا والآن سوف نأتي إلى طريقة تطبيقه على اليدين كما قلت لكم ضروري من عمل مقشر وتنظيف اليدين نأخذ هذه الوصفة هكذا وسنقوم بفردها جيدا نقوم بعمل طبقة تكون سميكة يعني نغط كامل بشرة اليدين هنا الأصابع إذا كانت لديكم تجاعيد أيضا على مستوى المفاصل أو الأصابع هكذا نغط كل اليدين بهذا الشكل كما تلاحظون الطريقة هي بسيطة جدا لكن فعالة كما تلاحظون بهكذا هكذا نقوم بتغطية كامل اليدين بهذا الشكل لأن هذه الوصفة كما قلت فهي قناعة كما ذكرت ممكن أيضا وضعها حتى على بشرة الوجه بعدها تأخذون غطاء بلاستيكي تقومون بلف هذه الوصفة بالغطاء بلاستيكي وتتركونها تقريبا إلى غاية ساعة فما فوق حتى تعطي هذه الخميرة النسائج الفعالة في بشرة اليدين لأن ها بالفعل سوف تزيل التجاعد سوف تبيض لكم بشرة اليدين وتعطي كم أيضا سوف تعمل على تسمين اليدين بشكل رائع جدا كما قلت بالنسبة لهذه الوصفة ممكن تطبيق ها حتى على الخدود بعد مرور المدة التي قموا بإزالة هذه الوصفة عندما تجف وذلك بحركات هكذا تكون دائرية حتى نحفز الدورة الدموية في بشرة اليدين نستمر بهذا الشكل طبعا سوف يصل الدم إلى كامل الجلد وسوف تلاحظون أن التجاعد سوف تختفي تماما وتحصل على يدي ناعمتين جميلتين جدا جدا بلا تجاعد سوف تلاحظون أن البشرة أيضا أصبحت ناعمة جدا جدا وطبعا بعد إزالتكم لهذه الوصفة سوف تقومون بعمل مرطب الذي سوف أقدمه لكم الآن إذن بالنسبة للمرطب حبيباتي سوف أستخدم فيه أنا هنا كريم الجليسوليد ممكن أنتم أن تستخدموا أي نوع كريم متوفر لديكم المهم أن يكون مرطب لاليدين نأخذ إناء هكذا أو قرورة أو علبة يعني لكي تحتفظ بهذا الكريم سوف أخذ أنا هنا ما يعادل تقريبا ملعقة سأريكم فقط الطريقة تأخذون زيت لوز حلو لأنه مبيض كذلك ممتاز وأضيفه هكذا تقريبا مقدار ملعقة من زيت اللوز الحلو سأضيفها إلى كريم الجليسوليد أو كريم الجليسرين ثم أبدأ في دمج الكريم مع زيت اللوز الحلو لماذا زيت اللوز الحلو أنا استخدمته هنا لأنه مبيض ممتاز وأيضا تتشربه البشرة بسرعة حتى كذلك إذا كان متوفر لديكم الفازلين أيضا قوموا باستخدامه في هذه الوصفة نأخذ الكريم هكذا ثم نقوم بدهن اليدين هكذا نقوم بعمل حركات ليدين نقوم بدهن اليدين جيدا نقوم بدلكها حتى نزيل كل التجاعد وكذلك حتى العروق التي تظهر على مستوى اليدين فقوموا بعمل هذه الحركة حتى تختفي تلك العروق التي تكون بارزة بهذا الشكل وبهذه الطريقة سوف نتحصل على يدين ناعمتين وخالية من التجاعد أيضا إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفة وإلى اللقاء